السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعي قناة مكتب العقارات المميزة بالأسكندرية حالة التقس غادنا الجمعة 14 يناير 2022 وأمطار في هذه الأماكن بس قبل ما نتكلم عن التفاصيل ممكن حضرتك تشترك في القناة تفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو علشان يوصل ليك كل الأخبار الجديدة والحصرية يلا بنا نبدأ حالة التقس غادنا الجمعة 14 يناير 2022 تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تتراوح ما بين 1 ل 5 ملي وقد تصل إلى بعض المناطق من محافظات الوجه البحري حالة التقس يوم السابت 15 يناير تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الدلتا لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10 ملي وتتعرض باقي السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري غدا أمطار على الأسكندرية في ثاني أيام نوت الفيضة الكبرى شهدت محافظة الأسكندرية سكت أمطار متوسطة في الساعات الأولى من الصباح وغدا الجمعة سوف تتوالى هذه الأمطار في أيام نوت الفيضة الكبرى والتي تستمر لمدة أسبوع وكانت قد أعلنت شركة الصرف الصحي عن رفع حالة الطوارئ حيث يتوقع أن تشهد محافظة الأسكندرية غدا الجمعة أمطار تبدأ خفيفة صباحا على أن تزيد شدتها مساء لتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة وعلن اللواء محمد نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالأسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار تبقى لتوقعات هيطة الأرصيد الجوية بسقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكسافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة وأكد نفع على الاستعداد بعنصر الطوارئ وعلى رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدلات اعتبرا من صباح الخميس حتى يوم الجمعة ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار ترجمة نانسي قنقر